اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيحكموا مصريين وبيرعاوا مصريين وبيصرف عليه مصريين هدف الاتحاد دوت بالذات يعني اهدف بسيطة جدا نمرة واحد ان احنا بنربط المصريين اللي موجودين في اوروبا بعضهم ببعض نمرة اتنين ان احنا بنبني جسر بين المصريين دول والبلد الام نمرة ثلاثة الانتجريشن او الاندماج في البلد الجديدة اللي المصري عايش فيها ده اللي احنا بنعمله وبنعمله عن طريق غير خدمي معناها لبي فالتحاد المصريين في اوروبا هو يعني اكبر واخطر لبي مصري موجود في اوروبا التمويل يا فندم بيكون عن طريق التمويل الخير كتير زي ما انت عارف والحمد لله التمويل بالنسبة لاتحاد المصريين هو طبعا مفيش عيب من التمويل اطلاقا ده مصرح لنا ولكن احنا برضو علشان الاسئلة دي اتحاد المصريين في اوروبا لا يمول من اي جهة بل اتحاد المصريين في اوروبا التمويل بتاعه تمويل ذاتي واحنا دائما بنتحدى لان طبعا هذا الاتحاد مكروه او كان مكروه بالنسبة للحكومة السابقة يعني وكانوا وقفين ضدنا وقفة مش ظريفة ودي طبعا حاجة مفهومة من حكم زي الحكم الفاسد اللي فات ولذلك احنا كنا واخدين بلنا من الموضوع ده كويس جدا والتمويل بتاعنا ذاتي ما فيش مليم بيجي لنا من اي بني ادم وما فيش مليم بيجي لنا من اي منظمة وما فيش مليم بيجي لنا من اي دولة وانا باسم رئيس الاتحاد اتحدى اي انسان ان يقول غير كده شكرا كده خلينا في البداية زي ما بدأت خلص قطر المصريين هم المصريين في اي حد في العالم بس فكرة ان دايما المصريين في الخارج حاسين ان هم مهمشين وهم يعني هم كده كده خارج البلد بس هم حاسين ان هم مهمشين وملهمش دور في بلدهم مع ان العكس صحيح وعايز حالك توضح لي وتوضح لي سادة المشاهدين التوضيح ده هيكون ازاي هو في حوالي 8-9 مليون مصري موجود في الخارج المصريين اللي موجودين في الخارج دول 8 او 9 مليون بتاع خرجوا من مصر ومصر لم تخرج منهم اطلاقا واللي يقولك غير كده يبقى بيجدب عليك احنا همنا كل مصر ما تفرقش انا في السعودية او في لندن او في واشنطن او في اي مكان في العالم المصري مصري ولما بنكبر في السن بنرجع برضو البلد طب احنا سيبنا البلد ليه مش حبنا في بلد اخرى اطلاقا اكل عيش ليس اكثر ولا اقل ما قدرناش ان احنا ناكل عيش في بلدنا الحكومة بتاعتنا ادتنا على افانا وانا اسف ان انا اقول اللفظ دوت فاضطرنا ان احنا نسيب البلد ليس اكثر ولا اقل لكن روحنا فيها دايما بنيجي دايما بنحاول ان احنا نساعد والمساعدات بتاعتنا والعالم كل يعمل يفهم هذا الكلام مساعدات واضحة وظهرة وفي مساعدات غير واضحة ومساعدات غير ظهرة انا متمنى يا فندم ان احنا نلقضو على المساعدات دي عشان بس الناس تبع عارفة ان المصريين في الخارج ليهم دور في بلدهم ومش مهمشين عشان ناس كتير قيت لك كده هم قاعدين في اوروبا مش حاسين بالبلد لأ اصلي في ناس بتمولهم اصلي احنا مش عارفين اللي هيحصل فانا عايز اقول بس ان هم مصريين زيهم زينا بالزبط لأ هم طبعا هم مصريين زينا زيهم بالزبط كل مصري موجود في اي مكان مصري وبعدين يعني يكفي ان الدخل القومي بتاع الدولة دي الدولة المصرية نمرة واحد جاي من السياح في مليار دولار كل شهر بيدخل الدولة دي من السياح طبعا ده كان من زي كل سنة وانت طيبة النهاردة انت ما بتطوليش حاجة من السياحة السياحة راعها ولكن السياحة نمرة واحد دخل قومي عندك هنا نمرة اتنين الفلوس اللي بيحاولوها المصريين في الخارج تلات تربع مليار دولار كل شهر بيجيلك منهم على الاقل الفلوس دي هي اللي بتزبط لك ميزان مدفوعاتك هي اللي بتعملك المعاشات بتاعتك وهي اللي بتزبط شوية المواصلات بتوعك وهي 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 ولذلك من غير الفلوس دي اللي المصريين بيجيبوهم واخد يبالك دي كلها دي تحويلات رسمية غير بقى كل واحد يعني نازل مصر حاطت في جيبه 200 جنيه 300 جنيه اشتري راح اشتري مايكرويف راح عمل شوية سجاد راح مش عارف مين دي كلها بتصب في الدولة ولذلك اللي يقولك هذا الكلام للأسف الشديد مش فاهم وانت عارف الجهل كتير يعني طبعا وعايزين كمان نقول بس ان كمان المصريين في خارج بعد ثورة 25 يعني انك اليوم موقف رجولي عايز اقول ان لجأ اتحاد المصريين في اوروبا الى القضاء عشان يحصلوا على الحق في التصويت في الانتخابات اللي جاية ما كانش فيه طريق تاني للحصول على الحق ده غير ان حضراركوا تلغاقوا للقضاء لا ما كانش انا هقول لسياتك حاجة تفضل يعني انا واحد عصام عبدالصمت بتكلم باسم الاتحاد ده انا بتكلمش باسم اي اتحاد تاني انا مقدرش الاتحاد بتاعنا ده والاتحادات الاب لها لان انا بقالي واحد واربعين سنة متغرب بقالي سبعة وثلاثين سنة بشتغل في العمل العام تسع سنين منهم طرقت كل الابواب كل المسئولين اللي يخطروا على بالك من اعلى سلطة في الدولة الى بواب الدولة انا طرقت ابوابهم وقفت واتكلمت معاهم اعملوا معروف احنا عايزين هذا الحق قبل ما نموت احنا النهاردة المصريين في الخارج عصام عبدالصمت بكرة هيبقى المرحومين في الخارج دي حاجة طبيعي امال انا عايز ايه انا عايز قبل ما نموت الجيل التاني والتالت بتاعنا نديله حقه علشان يحس بينا ليه لان حاجة من الاتنين يا اما الجيل التاني والتالت ده وتبقى معاك وتبقى دفعة رهيبة للدولة دية اللي احنا فيها يا اما انت هتنسيه خالص وجيل الجيل والمستقبل كمان طبعا للأسف الشديد السنوات اللي فاتت دي كلها كنا بنيجي نقعد معاهم ونروح وما فيش حاجة جيه يوم 25 يناير 2011 قلنا ألف مبروك قعدنا نزرغط ونطبل وقلنا خلاص ده في مصر جديد للأسف الشديد ما حصلش حاجة فقعدنا يناير وفبراير ومارس وإبريل عمال نتكلم وندعبهم ونقولهم يا جماعة ووائل آخره ما فيش فايدة ولذلك اتحاد المصريين في أوروبا اضطر ان هو يرفع هذه القضية مع بعض من الأسماء الأخرى ولكن انا شخصيا القضية مرفوعة باسمي وانا كنت موجود في المحكمة وانا وقفت قدام تسع قضاء والتسع قضاء انا اتكلمت مع التسع قضاء وشرحت هذا الموضوع وللأسف الشديد ألاقي الحكومة جايبالي أربع خمس محامين علشان خاطر يعطلوا هذا الحق الدستوري اللي كافلوا لي الدستور مدى ربعين ومدى خمسة واربعين ومدى اتنين وستين ومدى تلاتة وستين بتقولك هذا الحق لا فرق بين المصري اللي عايش في كفر الشيخ والمصري اللي عايش في لندن ويتفعهم يا فندم يعني ليه مش مفقين المصريين المهم يعني ده اللي حصل ويوم خمسة وعشرين أكتوبر والحمد لله كسبنا القضية طبعا ما كانش حد مصدق يعني فكان عندنا فترة طبعا قليلة او زي ما ساتك عارفة كل المصريين اه خمسة وعشرين أكتوبر واحنا دخلنا الانتخابات او اشتركت في الانتخابات يوم خمسة وعشرين نوفمبر فكانت الفترة قليلة جدا اللي فات مات اللي جاي انتخابات الرئاسية احنا دخلين فيها بكل قوتنا بقى النهاردة ان شاء الله بس احنا عايزين عايزين طلبات برضو من الدولة والذلك انا جاي النهاردة انا عشان كده اتفاضل يا فندم الطلبات اللي احنا طلبينها ايه انت عندك تمانية مليون زي ما بنقول التمانية مليون دول فيهم حوالي أربعة مليون صوت اللي أربعة مليون صوت دول خمسة وستين في المية منهم لسه ما عندهمش البطاقة الرقمية وللأسف الشديد ما نقدرش ان احنا ننتخب بدون البطاقة الرقمية فانا جاي برضو علشان نحس وزارة الداخلية زي ما هي تكرمت احنا برضو اتحاد المصريين في أوروبا قعد مع وزارة الداخلية او مساعد وزير الداخلية لشؤون لهذه الشؤون يعني انه هو يسبح للدولة ان هي تبعت وفود من وزارة الداخلية عشان تعمل لنا البطاقات في الخارج طيب والانتخابات اللي فاتت التصويت تم بالبطاقة الرقمية ولذلك ما قدرش كل مصري عايز ينتخب ان هو ينتخب احنا قلنا لهم طب يا جماعة فوتوها المرة دي وخلوه بالباسبور فرفضهم فقلة قليلة جدا قدروا ان هما يدخلوا في الانتخابات البرلمانية طبعا فاحنا بنقول من النهاردة احنا عايزين نشارك في ان احنا نعمل رئيس الجمهورية بتاعنا فاعملوا معروف يا وزارة الداخلية ابعتولنا ناس كتير علشان خاطر يزبطولنا البطاقات الرقمية دي من ضمن الحاجات اللي انا اجيلها يعني وفيه طلبات تانية هدريك مش طلبات بقى فيه مقابلات يعني جايين نقابل مثلا انا جايب معايا يعني مجموعة صغرنانة علشان نقابل مثلا الجماعة اللي هما المرشحين للرئاسة اللي بيفكروا ان هما يبقوا رؤساء فاحنا هنقعد معاهم بنتها البساطة ونقول لهم انتوا هتعملوا ما هو البرنامج بتاعكم بالنسبة للمصريين اجمعين بالنسبة للداخل والخارج الخارج مهم لو انت في المانيفستو بتاعك او البرنامج بتاعك ما فيهوش حاجة بالنسبة للمصريين في الخارج انا هطلع اهلل وهجيلكوا هنا في البرنامج وهقول يا جماعة اقعد ان تخبوا فلاني الفلاني دوت لان بني ادب دوت ما قالوش قيمة بالنسبة للمصريين في الخارج طب ايه اهم الطلبات للمصريين في الخارج بالنسبة للرئيس اللي جاي او حتى البرلمين اللي جاي انه يشعرنا ان احنا مصريين ليس اكثر ولا اقل احنا ما عندناش طلبات مصري في الخارج عنده مشكلة في أنبوبة البوتجاز. إحنا ما شاء الله عندنا أنابيب بوتجاز كتير أغو. ما فيش مشكلة عندنا إطلاقا. المشاكل دي مش موجودة عندنا. بس إحنا عايزين نبقى مصريين. عايزين نساعد البلد. واحد واربعين سنة واحد زي حالاتي بيكافح علشان السطر اللي أنا بقولهولي جدوت. إحنا مش عايزين حاجة منكم. إحنا منكم وإنتوا مننا. إحنا عايزين نساعدكم. أنا باجي أبوس يديك. أقولك اعملي معروف أنا عايز أساعدك. ليه؟ لأن إحنا بنشعر بجلد. يعني بنشعر بخجل. إن إحنا برضو مهما عملنا ما عملناش كفاية للبلد. فده إحنا عايزين نعمله قبل ما نروح. قبل ما نسلم النمر زي ما بيقوله.